كل ما صاغه خيال الظنون يتهى أمام فجر الإقين كواليس الثورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من كواليس الثورة ورحبوا بضيفي الدائم الكاتب الباحث الشرعي الشيخ موسى الغنامي حياكم الله أعزائي مرحبا بك في كواليس الثورة أعزائي المشاهدين وقفنا في الحلقات الأخيرة الماضية مع كواليس جبهة النصرة وجند الأقصى وتحدثنا عن الدعم الذي كان يأتي إلى جبهة النصرة وأحب أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا عندما تحدثنا عن الجرائم التي قامت بها جبهة النصرة والجرائم التي قام بها جند الأقصى وما إلى هناك من الكواليس فنحن لا نقصد كل فرد في جبهة النصرة نحن عندما يقول أن هناك في جبهة النصرة أخطاء فنعم هناك أخطاء أثرت كثيرا على مسار الثورة السورية لكن لا يعني أننا نتكلم بالصيغة الجمعية وأن الناس كلهم سيئون بالطبع هناك إيجابيات لا يمكن لأحد أن ينكرها لفصيل جبهة النصرة لكن نحن نتكلم عن السلبيات التي كان بالإمكان أن يتلافوها وكان بالإمكان أن يتجاوزوها ليعبروا أقل شيء بمسار الثورة السورية إلى المسار الصحيح أحب أن أنوه على هذه النقطة لأن وصلتنا بعض الملاحظات أنكم تعممون أن كل أفراد جبهة النصرة سيئين وكلهم مجرمون هذا الكلام غير صحيح نحن لا نقول ذلك إنما نقول أن هناك من بعض القادة الذين سيسوا المجاهدين حتى وإن كان لا يقصدون حتى الإساءة ولكن الإطار العام لما تقوم به جبهة النصرة فيه أخطاء وتكلمنا عنه ونتمنى لهم أن يكونوا على المنهج الصحيح وأن يكونوا في مقدمة من يجاهد في سوريا وأن يحرروا سوريا من هذا الطغيان وهذا الظلم مرحبا بك أبو عزام هذه حقيقة أنه نحن لا نعمهم ولا نقصد أن الناس كلهم سيئون في هذا الفصيل فيوجد أناس مجاهدين حق يعني انضموا ربما هذا مبلغ علمهم أو هذا مبلغ استطاعتهم أن ينضموا إلى هذا الفصيل لا يعني بعض الملاحظات التي وصلتني أنكم تقولون أن كل الناس سيئين وكلهم مجرمون وكلهم مخطئون صحيح معي في هذا النقطة أنت نعم صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم نعم هذا الكلام صحيح وهذا هو الواقع فإن الإنصاف حلة الأشراف يعني إن تكلمنا عن فصيل لا نتكلم عن كل فرد في هذا الفصيل لا نتكلم عن سياسة عامة لذلك الله عز وجل ذكر الرجل المؤمن من آل فرعون شوف آل فرعون وذكر منهم رجل مؤمن وهو من أهل الجنة ونصحهم نعم ولما جاء ينصحهم وكذا وما خرج من قوم موسى خرج من آل فرعون ومن بيت فرعون بل في بعض أهل العلم يرون أنه أخل لفرعون يعني شوف وصل بيت ملك صحيح الله عز وجل ذكر أنه من آل فرعون لكن هل هو أخوه أو ابنه أو قريبه الله أعلم لكن ومع ذلك الله عز وجل أنصف فيها نعم وأثنى عليه وأنه من المؤمنين وآتى نعم نعم وذلك لما تقول مثل هذا الكلام نحن نحتاج ترى كثير من الإخوة هنا استطلط قليلا لأن هذه المسألة مهمة جدا للأسف الحكم العام دائما يلقي بتبعاته عند عوام الناس فأنت ما تأخذ مثلا خلنا نضربها مسألة شرعية يعني مثلا يقول لك من سب الله عز وجل كفر حكم عام لكن كل ساب يكفر لا ليس الشر لا قد يكون مخطئ يجهل الحكم يعني قد يكون مخطئ رجل يريد أن يسب شخص اسمه عبد الله فأسقط عبده سب الله هل تقول كافر؟ ذلك الحكم العام لا يجري على الأعيان هذه قاعدة أصولية الحكم العام لا يجري على الأعيان نحن الآن نقول السياسة عامة لجبهة النصرة هل كل أفرادهم يدخلون في هذا؟ لا بالعكس فيهم من المجاهدين والصادقين والذين يتمنون نصرة الإسلام ويتحرقون نصرة الإسلام هذا لا نشك فيه لكن السياسة العامة نحن نتكلم عن سياسة عامة وفيها خطأ ونتمنى أن يصلحهم بالأخير أخوتنا مهما كان مهما بلغت أنت وإياه من الخلاف لن يكون خلافك مثل خلافك مع آل الأسد لا شك لن يكون وذلك نحن الآن نتكلم عن عنوان حلقتنا وبرنامجنا هذا كواليس الثورة يأتينا من الفصائل من ننتقده ونقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا المقصد هو أن الآن هذا تاريخ لا بد أن يروى هذا تاريخ لا بد أن يروى أن تكون أمين على هذا التاريخ ربما الجيل الذي نحن فيها الآن لا يستوعب من هذا الكلام لكن يأتي جيل بعد ذلك يستفيد من هذه الأخطاء ونحن بالفعل قد ذكرنا في بعض الشخصيات التي أنت ذكرت حتى أثنيت عليها مثل الشيخ موسى عمور المشايخ من قادة جبهة النصرة ورقضاء وكانوا هم في المقدمة في الثناء حتى أيضا صحيح يعني مر علينا وحتى أيضا الكوادر الذين قتلتهم داعش ذكرنا من كوادر جبهة النصرة صحيح يعني هذا لن لن نبخسهم حقهم ولا أيضا صحيح يعني الأمور النفسانية لا تلقي عليها بأحكام عامة على الجماعات أنت تكره تكره بكيفك لكن إذا جاء حكم تحكم بما ترى بشكل عام لكن إذا فصلت في الأفراد لا بالعكس يعني أنا قبل فترة رسلني أحد الشرعيين من جبهة النصرة وقال لي أنت شديد وكذا وتتكلم علينا وكذا وكذا قلت أخي طيب أنا أتكلم بشكل عام لما أرى الآن تناقش تناقشتنا وياه بعد فترة رجع الرجل يعني والله العظيم رجع للحق يعني ما تذكر له أمر قل آمنت بالله هذا أمر الله ورسوله ولو خالفني من خالفني النوعية هذه بعد فترة من الفترات يعني هو أحد المسؤولين عندهم شرعي هو طبعا جزائري بعد فترة من الفترات صارت علاقتي به وثيقة يعني تراسلنا وياه وهو طبعا عزل بعدين يعني لا أعلم هل هو بسبب تواصله معي أو لا لكنه عزل بعدين لكن الرجل هذه النوعية موجودة مغمورة ما تخرج على الإعلام مثل هذه النوعية المعتدلة وصحب الطرق يقول عندي طلاب عندي تلاميذ وعندي كلهم يعني يخالفون السياسات اللي موجودة الآن وما نسمعه وما نرى هذا في كل فصيل هذا في كل فصيل موجود لكن قد تطفو على السطح وتكون بشكل عام هي التي تغلب الطابع وتكون يعني تحت سطح الماء لا يراها إلا من ينبش نعود إلى أساس حلقتنا ومحور العام لحلقتنا أعزائي المشاهدين هو تقسيم الفصائل تقسيم تمايز الفصائل عن الجيش الحر يعني الآثار السلبية التي خلفتها هذا التقسيم وهذا التمايز على الثورة السورية أبو عزام بعد أول تشكيل حركي وسياسي قام في الثورة السورية هم حركة الضباط الأحرار والجيش الحر الذي أسسه أول الضباط المشقين عن جيش النظام بعد أن كان هناك الجيش الحر كان مسمى وطني يلتف عليه جميع الناس بمختلف مناهجهم بمختلف مذاهبهم بمختلف حتى طوائفهم حصل هناك تمايز وحصل هناك أسماء يعني ميزت نفسها عن الآخرين مما يعني أحدث كثير من اللبس وأحدث كثير من المشاكل التي تعاني منها الآن الثورة السورية أبرز الأسباب التي أدت لهذا التمايز في صفوف الثورة السورية والله السؤال هذا كبير جدا ويحتاج الحلقات التي جاءت عليها لأنك تتكلم على مسألة ست سنوات يعني هذا آثار تراكمية يعني ربما هذه الأيام رأينا أو تقريبا من السنة الأخيرة هذه السنة السادسة رأينا فداحة وكارثية الخروج عن مسار الجيش الحر أو مسمى الجيش الحر وتبني أعلام غير أعلام الثورة رأيناه في السنة الأخيرة السادسة لكن من أول يوم بدأت الآثار التراكمية تبدأ على هذا وكان الصالحون والناصحون للثورة السورية من بدايتها يقولون له يا رجل لا نحتاج مثل هذه التصنيفات لا نحتاج مثل هذه التقسيمات يعني مثلا يعني أول سرية شكلت تكلمنا عنها في الثورة في الكواليس هنا سرية الفاروق جيش حر والمسمى إسلامي سرية عبدالله بن زيت معروفة في درعة هذه تشكلت بسم صحابي يعني أنتم على قولتهم مهتوين شيء إسلامي يعني شويل في راس كله شيء إسلامي طيب هؤلاء الصحابة أسماء الصحابة كتائب خالد بن الوليد كتائب يعني الأسماء هذه لماذا بدأ الانحراف عن مسمى الجيش الحر لماذا بدأ قبل أن هذا نتكلم عن بداية التقسيم التقسيم إذا عرفنا تقسيم الفصائل الموجودة في الثورة السورية بنعرف بعدين كارثية هذه التقسيمات طبعا أنا استطعت أني أقسمها لأربعة تقسام اجتهادا مني قد أصيب وقد أخطئ لكن بنظر المتابع للثورة السورية تنقسم إلى أربعة تقسام القسم الأول هو فصائل الغلو الخارجية والمغالية داعش النصرة القاعدة جند الأقصى مثلا شو اسمها أنصار الدين ثم بعد ذلك يأتي مثلا شهداء ليرموك وحركة المثنة الموجودة في درعة وبعدين اتحدت في كتائب توحدت باسم جيش خالد بن الوليد أيضا يأتي بعدها فصائل صغيرة يعني لا يؤبه لها لكنها تنتهج منهج داعش أو منهج الخوارج انصح التعبير اللي هو أنصار الراية والراية والعقاب الإسلامي هذه فصائل الغلو فصائل الغلو قد يكون من بينها مثل ما قدمنا بداية الحلقة نتكلم عن مجمل عام قد يكون من بينها من الصالحين والمخلصين والذين يتحرقون نعم نعم سياسته العامة نعم هذا الإجمال تأتي بعد الفصائل الآن قلنا فصائل الغلو تأتي الحركات الانفصالية الحركات ذات الطابع الانفصالي يعني والله ما همها الثورة ولا هداري عن الثورة ولا مقصدها الثورة اللهم أنها وافقت مناخا ملائم ودخلت فيه هذه يتزعمها البيكيكي نعم فصائل البيكيكي وهو حزب العمال الكردستاني أنا أريد أن أعرج عليه لأن الناس يخلطون بينه كثيرا بين البيكيكي وبين المشمرق يخلطون كثيرا البيكيكي هو حزب قومي قومي يعني كردي نعم قومية كردية بغيظة حقيقة يعني ينتهج الماركسية مؤسسه زعيمه عبد الله أوغلان المعتقل الآن في تركيا طبعا أسس عام 1978 ميلادية كانت بدايات بداية سلمية اجتماعية ينشرون الفكر القومية طبعا من ناحية العرقية قومية كردية ومن ناحية الأفكار ماركسية يعني خليط جامعينها من الشفات كانت بداياتهم أكبر أمانيهم المطالبة بحقوق العرق الكردي الأكراد كانوا لأنه مظلومي في سوريا وممنوع كثير من حقوقهم هذا وقع عليهم ولذلك دائما الظلم لا يأتي إلا بظلم دائما أغلب هؤلاء لما نتكلم عنه الغلو أغلب هذا الغلو من وين خرج من الكبت الزائد من السجون والمعتقلات من الظلم صحيح نعم هذا خرج بداية فكر الغلو في هذا العصر من وين خرجت سجن جمال عبد الناصر حركة شكري مصطفى ومن بعده ما ندغوية شعب لكن خرجت من وين من الكبت والظلم يأتي إنسان ويعذبه ويشتم الله عز وجل ويشتم دينه ويشتم نبي صلى الله وسلم ويشتم تصبح ردة فعل فيصبح عند ردة هذا كافر إذن أنت تدافع عنها أنت يا عمو الشعب تدافع عن هذا إذن أنت كافر إذن العالم كلها كفار إذن ما في مسلم إلا نحن ونجتمع ونوقع علينا أحاديث الغرباء وأحاديث الطائفة المنصورة ثم بعد ذلك يحملون السلاح ويقاتلون المسلمين صحيح فهي خطوات أنت تقول أنه عرقه تمام عنده بدأ طبعا العمل المسلح عام 1984 يعني بعد ست سنوات من إنشاء في تركيا أو في سوريا بدأ العمل المسلح في تركيا طبعا الآن نزعتهم لتركيا لأنهم أقرب لما بدأوا العمل المسلح صنفوا كجماعة إرهابية على مستوى العالم وفي عام 1999 على عجالة يعني أعتقل عبدالله أوقلان عبدالله أوقلان هذا أين أعتقل؟ أعتقل في سفارة اليونان في كينيا تم اعتقاله وتسليمه إلى الحكومة التركية في ذلك الوقت الحكومة التركية على طول صدرت فيها حكم الإعدام يعني ما رجل الآن والتهمة الخيالة العظمى حزب معارض مسلح سملح داخل الأراضي التركية نعم طبعا في نفس السنة عام 1999 أعلنت الحزب اللي هو البكيكي أعلنوا هدنه بينهم وبين الحكومة وأنهم ينسحبون إلى تركيا إلى عفوا إلى سوريا إلى العراق إلى شمال إيران هذه الدول الثلاثة التي انسحبوا فيها وتركوا تركيا صارت مناوشات فقط لكن خافوا على زعيمهم اللي هو مؤسسهم والأب الروحي لهم اللي هو عبدالله أوغلان نعم صحي خافوا عليه من الإعدام بعد تقريبا عام 2001 أو عام 2002 صدر حكم خففوه من الإعدام إلى المؤبت إلى حكم إلى المؤبت طبعا ما اسمه؟ الحزب البكيكي هو حزب لا ديني ماركسي طبعا هو ماركسي لكن لا ينتم يريدين يعني تجد بينهم من يزعم أنه مسلم و بينهم من يزعم الشيوعي و بينهم من يزعم أنه ملحت تجمع سياسي بحث نعم سياسي بحث و قومية عرقية طبعا هذه الحركات الانفصالية بدأنا بالبيكيكي أيضا فصيل لا يقل تقصد الحركات الانفصالية التي تريد أن تؤسسني وطن قوي كان وسط سوريا وأطراف تركيا والعراق تريد الانفصال عن سوريا وانفصال عن تركيا وانفصال عن العراق نعم يريدون أن ينفصلون كدولة مستقلة هذا هو أنهم يريدون أن ينشئون دولة مستقلة خاصة بهم هذه الحركات الانفصالية من ضمنها اليو بي جي اليو بي جي معروفة اللي هو حزب وحدات حماية الشعب هو طبعا كردي أيضا طبعا قومي كردي يعني متعصب للعرق الكردي قريب على العقائديات البكيكي لا هذا أكثر انفتاحا من البكيكي هذا أكثر انفتاحا وفي المقابل أشد جراما من البكيكي عجائب صراحة من عجائب هؤلاء أنهم يلزمون النساء والأطفال بالتجنيد يلزمون الأطفال والنساء بالتجنيد ولذلك تشوف بعض مقاطعهم اليو بي جي ايه اليو بي جي لما يقاتلون الجيش الحر مثلا يأسرون منهم نساء وأطفال يعني أطفال صغار كيف هذا يحمل السلاح لا عندهم تجنيد إلزامي لأنهم يرون أن حماية العرق الكردي أنها مقدسة طبعا هذا الحزب ظهر كفصيل مسلح وطبعا يحقد حقد شديد على العرب غير أخواننا الأكراد الموجودين في سوريا الآن بعضهم يعني فيه فصائل في الثورة السورية وحتى فيه فصائل المقاتلة فيه جند أكراد أكراد ومقاتلين بل بعضهم إسلامي يعني الحركة الكردية الموجودة في الجبهة الإسلامية الآن تتبع لأحرار الشام حركة كردية يعني هؤلاء لا يأخذ هؤلاء بجريرة هؤلاء يعني لازم العدل حتى في كل شيء في الفصائل وفي الجماعات وكذلك في العرقيات لا يعني لا يعمم عليهم طبعا هؤلاء يعني الـ UBG مثل ما قلت يحقدون على العرب وعلى العشائر بشكل خاص ولذلك لما دعمتهم أمريكا عام 1415 بدأ دعمهم بدايات 15 صحيح تلقت عليهم بعض المعونات من دعم مفتوح صح وذلك تجدهم تجدهم دخلوا بحجة قتال داعش وأخذوا مناطق شاسعة جدا مناطق العرب يعني العشائر العربية وفعلوا فيها إجرام يعني لا صحيح طيب أبو عزم سأنتقل إلى أيضا ذكرت أنت البككي والـ UBG هناك أيضا العديد من الحركات الانفصالية لكن أخذها بعد الفاصل بعد أن أخذ فاصل قصير أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل قصير فابقوا حياكم الله مجددا إلى كواليس الثورة ونبحث في حلقتنا لهذا اليوم عن الفصائل التي تمايزت وانقسمت عن مسمى الجيش الحر ويعني قاتلت في سوريا لعدة أسباب وذكرنا أبرزها الحركات الانفصالية التي طابعها العام هي كردية قومية الأولى البككي التي تتخذ العقيدة الماركسية وأيضا عندها التعصب القومي والـ UBG أبو عزم ذكرنا الحركات الانفصالية قلت أن هناك حركتين انفصالية هي البككيكي والـ UBG يعني هذه الحركات كردية تمام قومية تبحث عن الانفصال تبحث عن وطن قومي تريد أن تخذ ذكرت طبعا وهذا شيء مهم أنه ليس كل الأكراد إنما هذه فصيل كما ذكرنا يعني قلت داعش فثلاث أربعهم عرب لا يعني أن جميع العرب يعني ذو عاش ما هي أيضا الحركات التي قامت وتمايزت عن الثورة السورية نعم الحمد لله أيضا من الحركات الانفصالية قسد طبعا هم صاروا يختصرون في الثورة وهذا حق من حقوق الثورة السورية أنهم صاروا يختصرون داعش قسد حركش يعني صاروا يختصرون الكلمات قسد اللي هي قوات سوريا الديمقراطية طبعا قوات سوريا الديمقراطية مهب ليست كردية هي خليط بين عرب وأكراد وتركمان وسريان وعشائر أيضا يعني داخلين فيهم طبعا هي حركة علمانية قسد هذه نعم هم يزعمون أنهم ليسوا انفصاليين لكن واقعهم على الأرض الجغرافية لما تفتح الخريطة وترى هؤلاء انفصاليين حقيقة يعني عملهم في مناطق معينة يريدون أن يسيطروا عليها طبعا دعمهم أمريكي يصرحون بذلك وأمريكا تصرح بذلك يعني ما في مانع عندهم ولو توقفوا على مسألة الدعم أمر يهون يعني مسألة خلاف فقهي وكذا يهون لكن أنك هناك تنسيق بينهم نعم أنك تجعلهم شوكة في خاصرة الثورة مشكلة هذه ثم طبعا يصرحون أننا على اسمنا قوات سوريا الديمقراطية أنا نريد ننشر الدمقراطية والعدل والحرية في سوريا لا لكن لما تنظر واقعهم في الخريطة تجد أنهم حركة انفصالية يريدون أنهم يأخذون مناطق معينة تتشكل فيها العشائر ومتاخمة للسريان والتركمان والأكراد مناطق معينة ويعلنون حكم ذاتي تقريبا هؤلاء الحركات الانفصالية ثلاثة البيكيكي واليوبيجي والقصد بالنسبة للجيش الحر نعم يعني هل هناك ما هي الحركات التي تميزت عن الجيش الحر وطبعا مثل ما ذكرنا الآن ذكرنا فصائل الغلو قسمتها أربع أقسام فصائل الغلو الحركات الانفصالية الآن عندنا الجيش الحر الجيش الحر مسمى عام وطبعا الجيش الحر هو الثورة السورية يغضب من يغضب ويرضى من يرضى الجيش الحر هو الثورة السورية كل من خرج عن الجيش الحر هو ثانوي الأصل هو الجيش الحر كل من تمايز عن الجيش الحر عليه أن يرجع إلى الأصل هو فرع وليس أصل كتائب إسلامية دعم دولي هؤلاء كلهم يعودون إلى الأصل الشعب السوري هو الذي شكل الجيش الحر وهو صاحب هذه القضية هو صاحب القضية الأول هو الشعب السوري وذلك من بداية الثورة السورية ما كنا نسمع إلا الجيش الحر بعد ذلك تمايزوا ودخلت المسميات الإسلامية ودخلت الكوارث التي سنستعرض بعضها الآن طبعا الجيش الحر نستطيع أن نقسمه لقسمين فصائل الجنوب وفصائل الشمال فصائل الجنوب طبعا كثيرة جدا لكن أنا أريد أن أتكلم عن أكبر الفصائل والتي لم يسبق أن ذكرناها في الحلقات الماضية حتى الآن الحلقة 54 أو لا 54 54 الحلقات الماضية كلها ذكرنا من الفصائل الشيء الكثير الفصائل ونشآتها ونعم وبداية الثوراتها والمناطق لأنك لا تستطيع أن تغطي هذا الجانب الكبير تغطيه في 60 ولا 600 حلقة كما يقال عدد الفصائل في سوريا أكثر من عدد الشعب السوري نعم لذلك نريد أن نمر عن الفصائل اللي ما ذكرناها سابقا ولي لها تأثير الآن اللي هي مثلا فصائل الجنوب نقسمها القسمين فصائل الشمال فصائل جنوب فصائل لأنه أكثر حضورا وأكثر تأثيرا وأكثر راحة نعم عن فصائل الشمال وعن فصائل عفوان عن فصائل الشرق وفصائل الجنوب خلاص الآن الشرق دعش شرق والغرب أصلا هو محصور الغرب الساحل خلاص أنا لا أعد عندك شيء من أهمها طبعا ألوية الفرقان وهذا لهم صراحة لهم صولة وجولة حضور قوي نعم حضور قوي وحقيقة أنا أعتبرهم من أنقى فصائل الثوار السورية وأشرف بأني لي تواصل معهم حقيقة يعني هؤلاء نعم ألوية الفرقان لا تزال على قوتها وحضورها نعم لهم حضور لكن للأسف كعادة فصائل للجيش الحر ليس لها إعلام الإعلام لا يخدمهم وإلا لهم يعني قوة على الأرض لا يستهام بها وحتى تنظيم عسكري وقتالي ومعارك يعني يكفيهم شرفا أنهم الفصيل الوحيد الذي قاتل النظام لأجل دارية في انسحابهم الأخير ما تحرك ولا فصيل إلا ألوية الفرقان أعلنوا معركة كاملة وستشهد منهم من استشهد لأجل إخوانهم شهداء الإسلام هؤلاء الذين كانوا في دارية وانتقلوا إلى الشمال وهم حقيقة تأجون على رؤوس الثورة السورية جيش اليرموك فيرق الرحمن سيف الشام كثير من الفصائل أنا شوفك الوقت يعني داهمنا للأمانة مرحب الله الفصائل للشمال عندنا فصائل الجنوب هذه يعني لعلنا ما نسينا نسينا كثير لكن هذه يعني ربما ممكن في بعض الحلقات القادمة إن شاء الله نفصل في بعض الحركات الكبر نعم وتأثيرها على الفصائل الشمال وهي طبعا نتكلم فصائل الجنوب والشمال جيش حر الشمال أكثر من الجنوب بأعشرات المرات بأعشرات طبعا الأكبر من ناحية العدد والعدة من الفصائل الجنوب و من ناحية حتى المسميات أيضا أكثر بكثير و ثقلهم لأنه أول ما تحرر هو الشمال و كانت مساحة واسعة للتنقل بين تركيا و يكفي كان تركيا مفتوحة عليهم صحيح تركيا مفتوحة عليهم لكن الجنوب ما عندهم يعني طبعا من أكبرها أو أشهرها الجبهة الشامية الزنكي جيش المجاهدين تجمع لا تكلم عن الجيش الحر الأحرار فصال إسلامية أعفوا صح صح نتكلم عن فصال حتى مشاهدين نعم نتكلم الآن بعضهم يقول يا أخي وين ذكرت جيش الإسلام و الأحرار وين رأي هذه حركات مستقلة إسلامية بموازات الجيش الحر نعم نتكلم الآن نحن عن الحركات داخل الجيش الحر نعم جميع جيش المجاهدين تجمع واستقم فيلق الشام جيش النصر جيش العزة غير هذه العشرات لكن هذه من أشهرها غير هذا نحن نتكلم يا إخوة على اللي ما ذكرناهم سابقا يعني حلقات الماضية مرينا على كثير من يعني من كثير من فصائل للجيش الحر هذه ما ذكرت تقريبا فيما أذكر ما ذكرت يعني مثلا واحد يجي يقول الآن ليش ما تكلمت مثلا عن الفيلق الأول مثلا ليش ما تكلمت يعني مع أنها له قوة كبيرة وحضور الفرقة 13 اللي ما تكلمت عنها حنا تكلمنا عنها فرقة 13 في أحداث جفة النصر فصعب جدا أنك ترحل كل مسمى وتتكلم عنه في حلقة واحدة صعب جدا يعني هذا نحن الآن عندنا عدة يعني إذا صحت عدة مشاكل أو عدة أقسام المشكلة الأولى أو القضية الأولى هي الكتائب الفصائل التي خرجت من داخل الجيش الحر وتميزت بمسمياتها وتميزت بمنهجها هل هذه رفضت أن تكون من الجيش الحر ولا تمسكت بكونها جيش حر لا ما تمسكت الفصائل الإسلامية للأسف وستكل أنا ابن التيار أنا إسلامي ومع ذلك أنا أقول بملء في هذه الحلقة وذكرت هذا في إحدى أحديات أحد المشايخ قبل ثلاث سنوات وغضب من غضب في المجلس قلت أكبر كارثة مرت على الثورة السورية هو هذا قرره كثير من المحرين السياسيين قبل ثلاث سنوات وكان بعضهم غضب علي قال أنت قلت أنا ابن التيار وأحدثكم أكبر كارثة مرت على الثورة السورية بعد داعش وفصائل الغلو وتكالف العالم عليها خروج الفصائل الإسلامية عن الجيش الحر أبرز وأكبر الفصائل الإسلامية للأسف للأسف طبعا ما هي أبرز وأكبر الفصائل الإسلامية عفوا التيارات الإسلامية أو الفصائل التي هي بموازات الجيش الحر أكبر الفصائل هي تقريبا ثلاث فصائل جيش الإسلام أحرار الشام صقور الشام هي تقريبا أكبر الفصائل الإسلامية تكلم عن إسلامية تجد مشكلة أيضا بما يقول حركة الأحرار الإسلامية جيش الإسلام للأسف يعني ليش هذه المسميات ليش أصلا ما ترفع علم الثورة يعني مجاهدين و فضلاء و كذا لكن لماذا لا ترفع علم الثورة ليش هذا علم الثورة كف به مئات الآلاف من الشهداء صحيح ثم تأتيني بعد هذا كله و تتمايز عنهم و الإسلامي و تقول إسلامي كيف إسلامي يعني هؤلاء كفري مثلا هؤلاء اللي أنت نشأت منه الآن بدأ قادتهم كنت تتحدث أنه يقبل الحلقة نعم قادتهم صاروا يتكلمون بل بعضهم صار يقول من أكبر المشكلة الكوارث اللي أوقعنا فيها الثورة السورية أن نتمايزنا عن الجيش و أنا هذا اللي ذكر لي أحد القادة في حركة أحرار الشام أنه أكبر مشكلة نحن في حركة أحرار الشام أننا تسمينا شيء اسمه إسلامي حركة أحرار الشام الإسلامية فتمايزنا عن أخواننا في جيش الحرفة حصلت مشكلة و حصل فرق مشكلة من ناحيتين ناحية داخلية اللي هو الشعب أنت الآن تمايز بين هذا و هذا أول حاجة أنك مايزت بينهم و شردمت المشردم مشكلة خارجية لتصنيفك يا رجل أنت الآن خاف على نفسك الآن جيش الإسلام و حرار الشام أكبر كارثة في اجتماعات الأمم المتحدة هل يصنفون إرهاب أو لا يصنفون إرهاب و لو صنفوا إرهاب مثلا كارثة ذي تصير تطارت مثل جبهة النصر جبهة النصر إلىين صنفت؟ لما صنفت تحول يفتح الشام قال والله تتحول لما تحول صارت تدك اليوم حلب و تدك إدلب بحجة جبهة النصر طيب أنتم تريدون أن تكونوا عالة على مجسمعكم و على بلدكم أنا أريد نقطة بس بثانية لأن المخرج الآن أصب عليك فصيلين التمويل أنا أريد أن أتكلم عن هذه النقطة والله أريد أن أتكلم عنها التي هي الموك و الموم غرفة العمليات غرفة الموك طبعا مقرها الأردن دائما يطرحون و يقول هذا من الموك و هذا من الموم و هذا كذا الموك هي غرفة عمليات طبعا مختصرة من مسمى إنجليزي اختصار في موك غرفة عمليات أصدقاء الشعب السوري يسمون أنفسهم أصدقاء الشعب السوري في عمان في الأردن تشرف عليها أربع دول أمريكا و فرنسا والأردن و الإمارات هذه الموك فصائل الموك و غالبا تدعم بعض ما هو بكل بعض فصائل الجيش الحر عندنا الموم مقابلها في تركيا في أنقرة هذه يشرف عليها أيضا أربع دول تركيا بريطانيا السعودية قطر هذه غرفة عمليات الموم و غرفة عمليات الموك و الدعم كله لا يأتيني أحد يفصل يقول حلال و حرام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من صفوان بن أميه أيام مشرك أخذ منها أدرعه و أهل العلم أجازه جمهور أهل العلم على إجازة أخذ المال و الدعم من المشرك لقتال العدو الأكبر و دفع الصائل إن لم يترتب عليه علوا لدين هذا و سوريا لن يكون فيها علو لغير المشاهدين طبعا مبسوطين بهذا الإطناد لكن المخرج يعني أصب عليه فأعتذر لأستاذ المشاهدين عن هذه المقاطعة لكن الوقت دهمنا يعني خرجنا عن الوقت كثيرا إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة عزيز المشاهدين أشكر لكم طيبة المتابعة السلام عليكم و رحمة الله كل ما صاغه خيال الظنون يتهى أمام فجر الإقين دوليس الدورة موسيقى